قبل شهر بالزبط يجوا اليهود اكتحموا بيتي خربوا في البيت طبعاً يكلّبوا الخزاين والأواعي والفرشات والطوايل وكل شيء في البيت عادوا في فساد طبعاً في البيت بعد عتلوا ظهر المنزل منعونا نطلع من البيت واللي برّه ظلوا في برّه في الشارع واللي جواه ظلوا في البيت ممنوع أحد يطلع ممنوع أحد يقبر من الساعة الثلاث العصر للساعة اثناش نصف الليل طبعاً ضربوا الولادي وولاد أخوي وقدونا بعدها على المعسكر بعد ما طلعوا كدونا على المعسكر هذا ليلة كاملة قضينا في المعسكر بيتنا بعرّلنا لدخول عليه ودخلوا على بيت جرانا خلوهم يطلعوا من البيت كاملة واستولوا على أشهد سكة كاعدوا فيها ثلاثة أيام وبعدها طلوا على البلد عندنا في سنجل اتولوا على بيت بكوا بيت درب النواس كاعدوا فيه عدة أيام خربوا فيه كل البيت بيدخلوا بيخربوا فيه طبعاً اليهود هذا هذا طبعاً جنود الاقتلال يجوا عشر جنود دخلوا دخلوا يعني على طول ما قالوش لا سلام ولا كلام لغاية الثاني يوم يجوا دخلوا جوا ضبضبوا كل إشي عجنب أساس يدخلوا يتفرجوا على الجران وعلى المحيط يعني مشان يعني إشي معين لا شو ما بنعرفش طبعاً إلهي ماذا أساسي راكبوا إذا فيه حدا بضروب إذا فيه حدا دخلوا وحتى تغيروا البرادة صاروا طفوا الضضواه مشان يأخذوا راحته كاعدوا عنا 12 ساعة مكنونا 24 ساعة فكاعدوا 12 ساعة من 12 الظهر ل 12 في الليل ما بدين يعني أنا عندي محل يعني الناس بطارت تروحوا تيجي على المحل أنا أسسرت على استقرار أنا مكرار بالجران كمان